ثلاثة تعليقات في جرة بعضهم سيد الوزير وفي نفس المعنى هو الخوف من المجهول قالك احنا عملنا في 2019 خطأ انتخبنا شخص مجهول وانا شفنا الكارثة الآن قالك انا بالنسبة ليانا المخزاوي والزمال مجهولين نعود ونكرر نفس الغلطة بتاع 2019 كيف ترد عليهم سيد الوزير ونختموا بهذا السؤال بإذن الله نختموا نختموا شوف نتفقوا على ان قيس سعيد معمل حتى انجاز عمل العكس ما يجب فعله هو يمثل خطر داهم على الدولة بقاءه مش يزيدنا تعاسى على جميع الاصعدة وبالتالي قلنا قيس سعيد هو اتعس ما هو موجود وبالتالي عام 2019 كان العباد يعني مشاو قيس سعيد خيار كان خيار بنسبة لي لي ما هو عن خاطر كان بينه مبين القروي دوك مشاو قيس سعيد نفس الوضعية مش تتعود فيما بعد قيس سعيد طلع كده وهو هذا لكن هذا طلعت عيس احنا اليوم راهوا محناش الثاني زمال ولا المخزاوي ولا اي واحد اخر الشخص اللي قال كان المخزاوي ولا الزمال وكان تعطيه مثلا عبيل موسي نفس الشي كانت تقول عم طيف المكي ثم نسخل لكي بشي معناتها هنا الاختلافات مش توقع في التقييمات وبالنسبة لنا اخنا في جميع الحالات اي ثاني يكون بخلاف قيس سعيد سيكون اقل لسور من قيس سعيد القول بان بعضوا قيس سعيد يكون يعرف هذا الفان يكون اتعاس منه ونقول لك ما يجبش يكون اتعاس منه ما يجبش يكون اتعاس منه لماذا؟ لان قيس سعيد وصلنا للقاع شو لي ما زال في البلاد يتعمل ما عملوش قيس سعيد يا ناس ما زال كان يعمل الاعدامات تو يعملها بعد راهوا كان قاعدة خمسين اخرى المساجين السياسيين عندهم هم مهددين في قانون المؤامرة والاعدامرة والاحزاب الموجودة يأخذوا يجمي حلها كل شي يجمي يعملوا وبالتالي معناتها قضية هذه اللوجه على انه شكون قال اللي مش يجي بعد قيس سعيد يكون اتعاس من قيس سعيد قلك لا قيس سعيد جربناه جربناه واخذها كل سلطات عنده اعمل اللي عم يكون معناتها في خمسة سنين عمل خمسة رؤساء حكومة معناتها معناتها يسمي اليوم وينحي غدوة ويحكينا على امور معناتها هلامية تحرير وطني وتعامر والشجر بتاع شرح بورجيبة هذوكم يتعامروا عليه هذوكم اللي خليها مكاكة عن نوعك الشركة تآمر يعني ما فماشت عس منه يا حبيبي وبالتالي كل من يأتي مهما كان سيكون اقل سوءا ان لم يكن جيدا بنبقارا مع قيس سعيد هذا يعلينا احنا نبينوه فيما بعد اعطينا تورنا رجعو انبقاط على والتصويت لقيس السعيد لا لمن سنصور بعد 4 سبتمبر الحديث على هذا الموضوع بالذات